احتقان اجتماعي وصل الى بوابة البرلمان وتلويح للعاطلين من العمل بالانتحار في بلد لمست فيه نسبة البطالة 15.5% في ذل ركود للاقتصاد وتراجع لافت في الاستثمار الداخلي والخارجي وتفاقم عجز الميزان التجاري الى اكثر من 10 مليارات و800 مليون دولار وارتفاع الدين الخارجي ليزيد على 100% من الناتج الداخلي الخام الاقتصاد شبه توقف تماما على افراز النمو نسبة النمو المسجلة في الثلاثي ثالث ل2019 كانت سفر والنسبة النمو المسجلة في الثلاثي الرابع ل2019 كانت سفر فصل واحد وبذلك هناك شبه توقف لهذا الاقتصاد في انتاج اي نمو يذكر ومن المنتظر ان الثلاثي الاول لهذه السنة نسبة النمو ستكون سلبية رغم صعوبة الظرف على الحكومة الوليدة ان تعمل على تعبئة عاجلة للموارد المالية لتوفير نفقات الدولة التي تزيد على مليار و400 مليون دولار شهريا خصوصا بعد ان علق صندوق النقد الدولي صرف القصة الاخير من القرن بحجة عدم تنفيذ الحكومة الاصلاحات التي تعهدت بها اول حاجة هو التحكم في المدينية التحكم في الميزان التجاري رد الاعتبار لقيمة الدينار التونسي من الاولويات الاهمة جدا وهي المداخل المحورية اللي بيشترجعها ترد الاعتبار للنشاط الاقتصادي في تونس تعديل كفة الميزان التجاري يحتاج الى حكومة قوية تعمل على تشجيع الاستثمار والتصنيع محليا وكبح جماح التوريد العشوائي ومحاربة الفساد الذي يكلف البلاد نقطتين ونصفا من النمو سنويا والى القضاء على التهريب الذي يزود الاقتصاد الاسود الذي قضى على الاقتصاد المنظم او يكاد بعد ان تجاوزت نسبته خمسة وخمسين في المئة من حجم المعاملات بحكومة محاصصة حزبية تولد تحت الضغوطات والاملاءات وقد تسحب منها الثقة مع اول موعيد لبروز شبح الخلافات يصعب على الفخفاخ بحسب مراقبين ان يعلن حربا جدية على الفساد او ان يضع حدا لعربدة اباطرة التهريب والاقتصاد الموازي ايما تشترى تونس الميادين